أن النبي محمد ولد في حدود الـ 571 ميلادية في مكة في قبيلة قريش توفي والده قبل مولده وتوفيت أمه وهو ابن ست سنوات فقام جده عبد المطالب برعايته ثم رعاه عمه أبو طالب بدب محمد حياته في البداية في مهنة الرعي حتى سن الخابسة والعشرين عندما تزوج من السيدة الثرية خديجة بنت خويلد سيدة الأعمال وهي في الأربعين من عمرها وبالتالي تحول النبي محمد للعمل في تجارتها وأصبح تاجرا وكان يعرف بين قومه بالصدق والأمانة الموبة عندما كان في الأربعين من عمره جاءه الوحي وأمره بدعوة الناس لعبادة الإله الواحد وترك ما هم فيه من عبادة الأصنام أو الآلهة المتعددة بدب النبي محمد دعوته في البداية سرا ولمدة ثلاثة سنوات ثم جاءه الأمر بالجهر بالدعوة وفعلا بدأ النبي محمد بدعوة قومه جهرا في مكة ولمدة عشر سنوات تلقى بقى خلالها النبي محمد الاعتراض والرفض بل وحتى الاستهزاء من قومه فقرر بقى النبي محمد على إثريها أن يتوجه بدعواته خارج مكة فتوجه أولا إلى الطائف التي رفضته وهي الأخرى ومن ثم أمر النبي محمد أتباعيه بالهجرة نحو الحبشة في البداية للتخلص من هذا الرفض والأذى ثم بعد ذلك قرر في النهاية الهجرة الكبرى والأخيرة نحو المدينة المنورة وفعلا هاجر إليها النبي محمد وأسس فيها أول مجتمع إسلامي بعد ثلاثة عشر عاما من الدعوة في مكة مباما إمدأ النبي محمد بتعزيز وتقوية مجتمعه حتى أمر أصحابه في السنة الثانية بعد تلك الهجرة باعتراض أحد قوافل قبيلة كريش لاستعادة أموالهم التي سلبت منهم أثناء الهجرة فحدثت طبعا الكتال وكانت أولى المعارك الكبرى في التاريخ الإسلامي والتي تعرف بغزوة بدر والتي انتصر فيها المسلمون ثم جاءت كريش في السنة التالية اللي هي سنة الثلاثة هجرية لكي تأخذ بثأريها وفعلا استطاعت أن تهزم المسلمين في معركة أحد وبعدها بقى تشجع اليهود الموجودين في المدينة والرافضين لوجود النبي محمد فيها على محاولة التخلص منه ونقض عهدهم معه فحاولت فعلا فئة منهم وهي يهود بن النظير في السنة التالية اللي هي أربع هجرية أن تقتل النبي محمد ولكنها لم تستطع فحاصرهم النبي محمد حتى أجلاهم عن المدينة فاتجهوا ناحية قريش وباقي القبائل المجاورة لكي يشجعوهم على قتال النبي محمد واتفقوا أيضا مع يهود بني كورايزة الموجودين بالمدينة لكي يسمحوا لهم بالدخول وفعلا تجمع ما يقارب العشرة آلاف مقاتل واتجهوا ناحية المدينة سنة خمسة هجرية فيما يبدو وكأنه نهاية المسلمين ولكن حينها اقترح أحد أصحاب النبي محمد وهو سلمان الفارسي أن يقوموا بحفر خندق حول المدينة لمنعهم من دخولها وهو ما نجحوا فيه ولم يستطع هؤلاء الجنود دخول المدينة ورجعوا بعد حصارهم لها نتيجة الرياح الشديدة وبالتالي انتصر المسلمون فيما يعرف بغزوة الأحزاب ولكن المعرقة لم تنتهي هنا حيث ذهب النبي محمد ليهود بني كورايزة الذين نقدوا العهد واتفقوا مع هؤلاء الأحزاب وتم الحكم عليهم بأن تقتل رجالهم وأن تزب نسائهم كما تقول الرواية ثم في السنة التالية وهي ستة هجرية أمر النبي محمد أتباعه بالاستعداد لأداء مناسك الحج والاتجاه نحو مكة التي ما إن سمعت بذلك حتى أرسلت وفدا للمسلمين وحدث بينهم ميثاق أو عهد يعرف بعهد أو صلح الحديبية الذي يمنع المسلمين من دخول مكة وينص على هدنة بين المسلمين وبين كريش لمدة عشر سنوات وبعض البنود الأخرى التي تبدو ظالمة للمسلمين ولكن في النهاية كان الأمر زكيا جدا من النبي محمد وفي صالح المسلمين لأنهما بهذا الصلح تخلصوا مؤقتا من جبهة كريش وبالتالي ركزوا على جبهة باقي اليهود الموجودين في المدينة وفعلا في السنة التالية اللي هي سبع هجرية دهز النبي محمد جيشه وأرسله إلى حسن خيبر آخر معاقل اليهود واستطاع فعلا المسلمون بعد عناء أن يخترقوه وبالتالي تخلص النبي محمد من الجبهة الثانية وهي اليهود وبالتالي تفرغ للجبهة الثالثة وهي الخارج فأرسل حينها النبي محمد في السنة التالية لها تمانية هجرية رسوله إلى مملكة الغساسنة وما حولها من قبائل في الشام والتي كانت تحت سيطرة الروم ولكنهم قتلوا هذا الرسول فجهز لهم النبي محمد جيشا من ثلاثة آلاف مقاتل وأرسله لهم فيما يعرف بغزوة مؤتة التي انسحب فيها جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد لأن جيش الروم وقتها كان ضخم جدا حوالي مائة ألف مقاتل مبان في هذه الأثناء خرقت قبيلة قريش الصلح الحتابية واعتدت على أحد حلفاء النبي فقرر النبي على إثرها تجهيز جيشه والتوجه نحو مكة وفعلا استطاع فتحها بزكاء دون قتال بل وعفى عن أهلها وأعطاهم الأمام وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء ما عدا أربعة رجال أمر بقتلهم وإن احتموا بأسطار الكعبة وده كان بسبب عدائهم الشديد له وللإسلام موبا بعد فتح مكة خافت القبائل الأخرى على نفسها وبدأت في تجميع بعضها واشتبكوا مع المسلمين فيما يعرف بغزوة حنين 8 هجرية أيضا والتي انتصر فيها المسلمون وأيضا تجمعت بعض قبائل الشام ومعها جيوش الروم لمهاجمة المسلمين فيما يعرف أيضا بغزوة تبوك 9 هجرية والتي فيها انسحبت جيوش تلك القبائل مع الروم من أمام جيش المسلمين الضغط وبالتالي استتبى أخيرا الأمر للنبي محمد وثبت أرقان دولته الكبيرة وتوالت عليه باب التالي وفود القبائل العربية للدخول في الإسلام وتوحد العرب حينها تحت رياته حتى جاءت السنة الأخيرة اللي هي السنة العاشرة من الهجرة والتي فيها قام النبي محمد فيما يعرف بحجة الوداع والتي فيها ألقى خطبته الأخيرة للمسلمين وبعدها توفي وعمره 63 عاما أي في حدود 632 ميلادية ترجمة نانسي قنقر